لا غرابة في برلمان العراق الجديد أن تتغير فيه ملامح النتائج الأولية لكن التغيير الذي يرغبه الإطار التنسقي ليس بالقوة الكافية لأن يغير معالم نتائج سيما الكتلة الأكبر ذلك حديث يرجح المختصون لكن ذهاب ثمانية مقاعد لصالح الإطار التنسقي الذي يضم غالبية القوى المعترضة على النتائج بعد قرار اللجنة القضائية التابعة للمفوضية دعم تبرير بعض تلك الجهات بعدم كفاءة أجهزة تسريع النتائج ما قد يدخل البلاد في أزمة المطالبة باعتماد الفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع وهو ما قد يصنع أزمة مقبلة بين القوى الفائزة والخاسرة ولا أكثر من هذا السيناريو هناك العامل الزمني الذي لا يخدم العراق وفق ما ينتظره من بناء سياسي ضروري التوتر الذي بدأ برفض مرشحين مستقلين إبعاد مرشح فائز بقرار من الهيئة القضائية تحدث به المرشح المستقل هيثم الفهد ووصفه عملية تراض للكتل ولا يمت للديمقراطية بصلة المفوضية ردت بصريح العبارة أن إلغاء نتائج بعض المحطات لم يكن بسبب التزوير إنما بسبب عطل الأجهزة وتكرار البصمة التفاصيل المتسارعة في تغييرات حسابات بعض النتائج قد يخلص إلى أجواء مشحونة وقد يشوبها الغضب في الشارع وهي عملية يصفها بعض المراقبين إنها مراوغة لتمرير أهداف خارجية بإعاقة العملية الديمقراطية أما بغداد التي تشدد بلغتها الرسمية على ضرورة حماية العملية السياسية فيتنتظر أن تصل النتائج إلى محطتها الأخيرة دون العبث أو الفوضى وعنجاح نتائج العرش الديمقراطي للوصول إلى حكومة تستمر بما مضى من تأسيس ركائز البيت السياسي العراقي ترجمة نانسي قنقر